اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعانى على نشره اللهم فقف له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين أمه لو كان عمرك بيدي لمددته ولكنه بيدي ربي فهل يقفيك حبي الأم في الحب التابت الذي لا يتغير كل من حولك يتغير إلا أمه كل من حولك يهجرونك إلا أمه كل من حولك في المحنة يتركوك إلا أمك أمك التي لا يشبهها في الوجود أحد أمك التي خلقت مرة ولا تعاد أمك التي خلقت مرة ولا تعاد كم سهرت لترتاح وكم تعبت لأجل أن تنام وترتاح أفلا تذكر أفلا تذكر يوم كنت تنام بلا غطاء فتستيقض على غطاء أولا تذكر يوم أن كنت تستيقض في الصباح وتجد الطعام بجوارك من كان يجهزه قل لي بربك من كان يجهزه أولا تذكر يوم أن كنت طفلا في المدرسة تيقضك في الصباح قد استيقضت منذ الفجر حتى لا يفوتها النوم حتى تيقضك ثم تلبسك الملابس ثم تغادر فلا تتركك لا تتركك تظل ترقب على حافة الباب حتى تصل إلى آخر الشارع وتذهب فلا تعرف النوم بعدها إلا إذا عبرت الشارع أمسيت هذا كله أمسيت هذا كله أمام خذي من صحتي ولا تمرضي خذي من راحتي ولا تتعبي خذي من بسنتي ولا تبكي خذي من فرحتي ولا تحزني الأم أيها الكرام التي وصى عليها رب السماوات والأراضين ماذ يفعل الشباب اليوم بأمهاتهم ماذ يفعل الرجال اليوم بأمهاتهم بل بعض الشباب لا يرى أمه إلا في المناسبات يضع رأسه ووجهه إما في التلفاز وإما في هاتفه والله والله ضعبنا بل إن لم يكن معظمنا يرى شاشة هاتفه أكثر مما يرى أمه يقلب الصفحات على الإنترنت أكثر مما يقلب الذكريات والبسمات بجوار أمه بل بعضنا ينظر إلى الناس وإلى الأصدقاء وإلى الأصحاب يتصد في وجوه الناس وزملاء العمل ولا يعرف أمه إلا إذا عاد إلى البيت يرد عليه السلام ثم بعد ذلك لا يكلمها